مرحبا بكم مشاهدين الكرام في نشرة الجوية نقدمها لكم من قناة الإخبارية الأولى في الجزائر إذن الحلم غيمها أمطار احتشاد معظم ولايتنا الغربية والوسطى قد تلتحق بالمناطق الشرقية كذلك سيكون فيه تراجع في درجات الحرارة القصوى على كامل ولايتنا الشمالية نبدأ نشرتنا الجوية كالعادة سورة القمر الاستناعي توضحنا السحب على معظم ولايتنا الغربية والوسطى حتى على الجنوب الغربي تفاصيل الوضعية الجوية نحن نبدأ بحركة رياحة رياحة تتراجع سرعة تحامة بين 40 حتى 50 كم في الساعة على المناطق الساحلية ما ستتعدى سرعة تريح 30 كم في الساعة على الولايات الداخلية حتى على الهدابة العليا والأوراس سنسجل حوالي 30 كم في الساعة كذلك على الولايات الجنوبية للوطن نروح الوضعية الجوية لانتوقعها خلال صبيحة الحد إن شاء الله خلال صبيحة الحد إن شاء الله الحد راح يكون مغيمة تكون في أمطار تكون راعدية أحيانا على كامل ولايتنا الغربية للوطن الأجوة مستقرة شميسة على العموم على تشكر الصحب على وسط وشرق البلاد حتى على المدن الجنوبية درجات الحرارة اللي نسجلها خلال صبيحة الحد إن شاء الله راح تلحق بإذن الله حوالي 6 درجات على سطيف قسنتينة باتنا حتى على البيض نعامة مشريا نسجل سبع درجات على تيارة والجلفة عشر درجات على أفل ورغوات حتى على قلمة تلحق 14 درجة على عنابة والجزائر العاصمة حتى على تيزي وزو سجلوا 15 درجة على وهران مستغان مواتنا 6 درجة على عين سالح رقان تيميمون وأدرار تلحق 15 درجة على تيندوف 11 درجة على إليزي جانات وثمان راستو 6 درجة نسجلها على منطقة عينكز في ظاهرات الحد إن شاء الله تبقى دائما نفس الوضعية الجوية الحال دائما مغيّة محتح كذلك شتاة تكون رعادية أحيانا على المناطق الغربية هات الأمطار راح تلتحق بالمناطق الوسطى والسواحل الشرقية للوطن الحال سيكون كذلك مغيّة على المرتفعات الداخلية الشرقية حتى على منطقة الأوراس بالجنوب الحال مستقر شميسة على العموم مع تشكر الصحب تكون بدون فعالية على معظم الولايات الجنوبية درجات الحرارة اللي نسجلها خلال ظاهرات الحد إن شاء الله رايحة تلحق بإذن الله حوالي 32 درجة على عين صالح وأدرار حتى على منطقة تيندوف سجل 27 درجة على المنيعة زلفانة وغردية 30 درجة على إليزي وجنات 34 درجة بعين قزان تلحق 16 درجة بشار نسجل 19 درجة على البيض نعامة مشرية حتى على تيارة والجلفة 21 درجة على ستيف قسنتينة وبتنة تلحق 24 درجة على الجزائر العاصمة 23 درجة على تيزي وزو حتى على وهر المستغر تنسل مسان ومعسكر نسجل 26 درجة على عنابة بجاية جيجل سكيكدا ومنطقة قلمة حالة البحر لنهى للحد إن شاء الله البحر بإذن الله رح يكون مضطرب إلى هائج على السواحل الغربية والوسطى رياح نسجل حوالي 50 كم في الساعة على السواحل الوسطى متتعداش 40 كم في الساعة بالسواحل الغربية بالنسبة للسواحل الشرقية إن شاء الله البحر رح يكون قليل الإتراب لمطرب الرياح تسترواح سرعاتها ما بين 15 حتى 40 كم في الساعة بالنسبة لعلوم موجة إن شاء الله رح ينسجل حوالي مترين ونص على السواحل الوسطى والشرقية وما تتعداش المترين بالسواحل الغربية الرؤية رح تكون متوسطة على طول الشريط الساحلي قبل ما نخطو نشطنا الجوية نتوجه بكم اليوم لولاية السطيف الحال بياه خلال يمات القليلة الجاية إن شاء الله الحد 2 و3 الحال سيكون مستقر شميس على العموم مع تشكل الصحب تكون بدون فعالية درجات الحرارة الدنيا رح تكون منخفضة تتراوح ما بين 3 و7 درجات خلال الصباحة وتكون ما بين 13 و21 درجة خلال الدهيرة ريح فيها تلحق حوالي 35 كم في الساعة والرطوبة نسجل حوالي 70% كالعادة نخط منشطنا الجوية بالمعلومات الفلاكية لشروق وغروب الشمس بالجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن مشاهدين الكرام كانت هذه توقعاتنا لأحوال التقصنا لحد والله أعلم نشكركم على المتابعة في يمن الله ترجمة نانسي قنقر